اشتركوا في القناة وكمان القاهرة برغم الجو حر جداً بس شباب بقى أسوان النهاردة موجودين من بدر جداً يلا بينا نروح نبتدي تاني اختبارات محافظة أسوان وابتدينا اختبارات أسوان بالفعل من هنا من داخل الملعب وزي ما انت شايفين وراي الاختبارات التالت خليني كده بقى أشرح لحضراتكم الاختبارات بتتم ازاي الأولاد بيجوا الصبح بدري جداً بيتم عمل الاستمارة لكل لعب بعدين بيحصل قياس الوزن والطول بعد كده كل لعب بياخد رقم وبناء عليه بيدخل ترتيبه في الاختبارات ايه بقى اللي بيحصل في الاختبارات دي؟ اختبارات مهارة واختبارات ليقة كمان بعد الاختبارات اللي بتحصل ورايا بيتم عمل مطشاط لكل الأولاد عشان خاطر يقدروا ان هم يشوفوا المهارة بتاعتهم من قريب جداً موسيقى حاجة من الحاجات اللي بتأكد ان كابتانو مصر حلم كل لعيبة مصر اللي موجود النهاردة في محافظة أسوان زي ما انتو شايفين وقفين حوالي لعيبة جامدة جداً في لعيبة لسه بتسجل لعيبة لسه بتختبر بس طبعاً كل اللعيبة دي مكتش هتبقى موجودة هنا من غير أهاليو تعالوا بقى روح يشوف الأهاليو احكيلي بقى حضرتوا ازاي اليوم النهاردة اللي هو عصن في نادي عندنا في لغصر مشترك في نادي هنا بيحب الكرة جداً ومتابع عليها خالص بس كل بصي في كل مكان عايق انا عايز روح سهاج انا عايز روح القاهرة عايز روح الاختبارات في كل المحافظات اه اه والله يا حبيبي ربنا يا حبيبي بس فانا جالي هاروح أسوان وقول له خلاص تمام اروح معك وقعدنا صحي من بالليل ركبنا في قطر الساعة ثلاثة اجينا هنا الساعة ستة الصور طب قولي لي بقى عدت معاك بالليل كده مبارح قعدة بتنصحيه بتقولت له ايه بنا لا كان جال جال خالص لما نمشي طول الليل صحي اه وقلت له ايه لا قلت له ربنا معاك ان شاء الله وشد حيلك وان شاء الله ربنا معاك يا نتأذن الله بينضمننا بقى في سيزن 2 في كابيتانو مصر النجم كرة القدم كابتن طارق السعيد يا كابتن ننورنا ومبسوط اي ان انت معانا السيزن ده ولازم كده اسألك في الاول خطوة تشوف سيزن 1 اكيد طبعا يعني بداية يعني انا مبسوط جدا طبعا نضم الكابتانو مصر اللي مكسرة الدنيا في كل حتة ما شاء الله اعتقد كابتانو مصر طبعا بتعمل مجود كبير جدا وان هي هي تيجي علشان تيجي للناس ومن غير فلوس كل ديات حاجات بامانة بامانة ما كانتش موجودة في السنين اللي قبل كده نتمنى ان شاء الله لاستمرها فيها ان شاء الله وبكده نكون خلصنا اختبارات اليوم الاول من كابتانو مصر صراحة انا مبهورة جدا من عدد اللعيبة اللي كان مشارك واكيد بنتمنى توفيق لكل اللعيبة مصر اللي بيشاركوا في اختبارات كابتانو مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة